شفتوا الجماهير النهاردة في المارش بتاع ليفر بول محمد صلاح وصاحب موقف رائع بالمناسبة سجل كما جارت العادة أهدافه هو سجل هدفين ليقود ليفر بول للفوز 2-0 بالمناسبة مش دي الحدوتة واحدة واحدة عليه طبعا كان ليفر بول بيلعب مع أفرتن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن صلاح بالرغم أن اللي هو هو صلاح هو اللي جاء بالهدفين رفض أن يحتفل بالهدفين رفض أن يحتفل بهذا الفوز لأنه في حداد على أرواح شهداء فلسطين اللي راحوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي الغاشم جماهير ليفر بول الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين دي المدرجات اللي قاعد فيها أو القسم اللي قاعد فيه جماهير ليفر بول فرفعوا العلم الفلسطيني رسالة دعم لفلسطين رسالة دعم لأهلينا في غزة ليس علم ولا اتنين ولا تلاتة أعلام قدام حضرتك مرفوعة أعلام تقف في وجه جيش الاحتلال جماهير ليفر بول الحقيقة قبل المواجهة بتاعت أفرتن في جولة تسعة من الدوري الإنجليزي رفعوا اليفطة اللي حضرتك شايفها دي For God's sake سيف غزة لأجل الله انقذوا غزة بس لأجل الله عشان خاطر ربنا انقذوا البني أدمين وصلاح قال لك أنا مش هحتفل رسالة بمنتهى البلاغة بمنتهى الهدوء بمنتهى الحكمة لاحتفال طول ما لسه في شهداء في غزة